موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم جدد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر تأييدهم لجهود الوساطة حيال الأزمة في غزة وقالت الخارجية السعودية أن وزراء خارجية الدول الخمس شددوا في بيان مشترك على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن كما شددوا على ضرورة وقف العدوان على غزة وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أكد تقرير أممي وجود مخاوف حقيقية من نفاذ احتياطي الدولار في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن حضر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء تسلم التحويلات الخارجية بالدولار أو التحويلات الخارجية بالدولار أثار مخاوف بشأن خفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك وشار برنامج الأغذية العالمي في تقريره إلى أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر إلا أن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في وردات الوقود حتى الآن موضحا أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات الجيش لشهر أبريل من العام الجاري 2024 وقال مصدر بوزارة المالية في تصريح صحفي أن الوزارة استكملت إجراءات إرسال التعزيز المالي لمرتبات الوحدات العسكرية إلى البنك المركزي اليمني عدن تمهيدا لاستكمال الإجراءات من جانب البنك وصرفها للمستفيدين وأكد المصدر أن عملية الصرف للوحدات التي قدمت إجراءاتها لوزارة المالية ستتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع أعلن وزير الأوقاف والإرشاد دكتور محمد عيض الشبيب اليوم وصول 20 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة حج هذا العام 1445 أوضح وزير الأوقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عملية تفويج حجاج بلادنا تتم بكل يسر وسهولة من خلال المنافذ الجوية ومنفذ الوديع البري مشيرا إلى أن الوزارة تخصصت ورفة عمليات مشتركة لخدمة الحجاج ومتابعة سيرهم منذ خروجهم وحتى وصولهم إلى المنافذ والأبراج المخصصة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ولفت الوزير شبيب إلى أن طواقم الوزارة المشرفة تعمل على المتابعة والرقابة على ما يقدم للحجاج من خدمات ومطابقتها للمعايير المحددة في برنامج الحج ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم حتى عودتهم إلى اليمن قالت وزارة الداخلية أن شرطة تعز ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بمحور تعز العميد عبد البحيري بتفجير استهدف سيارته يوم السبت وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن شرطة تعز ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في الجريمة الإرهابية والتخريبية التي استهدفت طقما تابعا لأحد القيادات بالمحور أثناء مروره بجوار خط القروض المؤدية إلى قرية العارض المطالي مستخدمين عبوة ناسفة والتفجير عن بعد أشارت الوزارة إلى أن التفجير أسفر عن إصابة أربعة من الجنود الذين كانوا على متن الطقم بإصابات متفرقة فيما نجى العميد البحيري من محاولات الاستهداف تلك نفذ العشرات في ساعة متأخرة من مساء أمس فعاليات احتجاجات منددة بانهيار خدمة الكهرباء في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة الموقتة عدن وقالت مصادر محلية إن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية ومنعوا حركة السير فيها تعبيرا عن سخطهم من انهيار خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات انقطاع الخدمة بشكل كبير خصوصا خلال موجة الحر الشديدة التي تعيشها المحافظة هذا وكانت خدمة الكهرباء في عدن شهدت خلال اليومين الماضيين انهيارا كبيرا حيث ارتفعت ساعات انقطاع خدمة التيار الكهربائي ما فاقم من معاناة المواطنين بشكل كبير خصوصا أنه جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة عدن موجة حر ورطوبة شديدة تسببت بوفاة بعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة قال رئيس الوفد الحكومي الخاص بالأسرة والمختطفين هادي هيج إن قرارات الاعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين في سجونها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وأكد هيج في تصريح صحفيا القرارات الحوثية بإعدام المختطفين تمثل اعتداء على الحق في الحياة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني وحمل هيج الحوثيين المسؤولية الكامل عن تبعات هذا القهد القرارات وتصعيد الذي سينعكس سلبا على المحتجزين وذويهم من جميع الأطراف أدانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري قرارات الاعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء بحق عشرات المختطفين والمخفين قسرا في السجون الميليشيا وقالت منظمة إرادة إن كل قرارات الاعدام السياسية وبعيدة تماما عن الواقع وتنافي كل القيم الإنسانية والأسس الدستورية اليمنية والدولية وأشارت إرادة إلى أن ميليشيا الحوثي تزعت الاعترافات من المدنيين المختطفين تحت التعذيب الشديد في الزنازين الانفرادية وانعدمة الإضاءة قالت الأمم المتحدة إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الأيام القليلة القادمة في معظم أنحاء اليمن خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وتوقعت نشرة الإنذار المبكر الصادر عن منظمة الفاو أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى في جميع أنحاء اليمن خلال العشرة الأيام الأولى من يونيو الجاري وقد تبلغ ذروتها حتى حوالي أربعين درجة مأوية أو أكثر خاصة في محافظات حضر موت والمهرى ولحج عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم في مدينة المكلة اجتماعا موسعا مع ممثل القضاء والنيابة بمحافظة حضر موت لبحث أوضاع وأليات حقوق الإنسان وعدد من الملفات التي تتابعها اللجنة من الأوضاع القانونية لعدد من المحتجزين أكد رئيس محكمة استئناف حضر موت القاضي محمد فرج على أهمية التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق والقضاء عبر عملية الرصد والمتابعة والتقييم الرمية إلى إنفاذ سيادة القانون المتوائمة مع روح وقيم حقوق الإنسان والإسابة في حفظ الأمن وبناء السلام أقامت دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة المهرة ندوة سياسية بعاصمة المحافظة الغيظة بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لعيد الوحدة الوطنية واستعرضت الندوة عددا من الأوراق وركزت عافي مجملها على الدور الوطني المساند للوحدة الوطنية ومحاولة استغلالها من قبل البعض لتحقيق مكاسب سياسية إلى جانب استماتة الميليشيا الحوثية في طمص هذا المكسب الوطني وخلال الندوة أكدت رئيسة دائرة العلام بالقطاع المرأة بصار مصبح على أهمية الاحتفاء بالوحدة الوطنية في كافة ربوع الوطن من جنوبه إلى شماله خاصة في ظل محاولات المعض تكريس لغة العنصرية والترويج لمشروع التشضي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطن أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المارة صباح يوم الاثنين ثلاثة ونصف طن من حليب الأطفال والمواد الغذائية والاستهلاكية المتنوعة بإشراف نيابة الغيضة الابتدائية وتأتي هذه الكميات التي تم إتلافها بعد سلسلة من النزولات الميدانية التي نفذها مكتب الصناعة والتجارة في عموم أسواق مديريات الغيضة بمديرية الغيضة بحسب توجيه قيادة السلطة المحلية وتواصل الفرق الرقابية نزولاتها إلى المحال التجارية والاستهلاكية للحد من انتشار كميات المواد غير صالحة للاستخدام وضبطها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك أقام المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب حفل تخرج لتوضيع الدفعة السابعة من طلبة قسم مساعد الأطباء الذين أنه المرحلة الدراسية في المعهد والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات وشملت فعالية حفل التخرج التي حضرها عدد من القيادات المدنية والاجتماعية وجمع من أولياء أمور الطلاب وأقاربهم فقرات متنوعة ومقاطع فنية وشهدت حفلا وشهدت تفاعلا كبيرا وتكريما للطلاب الخرجيين الذين عبروا عن سعادتهم بإنهاء مراحل الدراسة استعدادا للانتقال إلى ميدان العمل وخدمة المجتمع ويستعد المعهد لفتح أقسام طبية جديدة خلال فترة القادمة لتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الصحية في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة